شهدت محافظة الجيزة افتتاح محور كمال عامر الجديد للتشغيل التجريبي يعد المحور شرياناً جديداً يربط الطريق الدائري بمنطقة المونيب جنوباً وصولاً لكبري تحيا مصر ويهدف إلى تسهيل حركة المواطنيين والحد من الكثافات المرورية 12 كيلو متراً هو طول محور كمال عامر الجديد الذي تم افتتاحه للتشغيل التجريبي ويربط عدة مناطق بداية من الطريق الدائري بمنطقة المونيب وصولاً لكبري تحيا مصر في رود الفرج المحور هنا احنا بقالنا ثلاث سنين كده شغل فيه طبعاً كان فيها فترات توقف لأسباب كثيرة جداً ومعاوقات كثيرة جداً قابلتنا سببت فترات توقف كثير في المشروع زي مثلاً كان من أهم المعاوقات اللي قابلتنا المرافق اللي قابلناها هنا في المشروع احنا شغالين في الهرام وفي فيصل الأماكن دي طبعاً فيها تكد السكاني عالي جداً فبالطبع فيها مرافق عالية جداً وكثيرة جداً وشبكات كثيرة جداً للناس دي ثلاث سنوات من العمل للانتهاء من أربعة مراحل للمحور الجديد ضمن خمسة مراحل أساسية ليوفر ما يقرب من ستين دقيقة أو أكثر بينما تستغرق رحلة المواطن من بداية المحور حتى نهايته خمس عشرة دقيقة فقط طبعاً هو المشروع كناظرة عامة يعني طوله حوالي 12 كيلو بيربط شمال الجيزة بالجنوب وطبعاً هو بيحل كذا مشكلة من الاختناعات المررية طبعاً الموجودة في مدان الجيزة تكتلات المررية الكبيرة وبيفك الضغط على محور 26 يوليو وعلى محور صفت اللبن وطبعاً فيه نزلات وطلعات بيخدم على شارع السودان على مدانس فينكس على جامعة الدول العربية المهنسين لحد طبعاً مروراً بالدائري وبعد كده لحد محور تحية مصر أهم حاجة في المهمات الوكاة الشخصية اللي احنا بنقدر نوفرها الخوزة الفست السيفتي السيفتي شوز علشان مخاطر بيئة العمل احنا كقطاع بنقدر نوفر لكل الفئات العمالة الموجودة فيهم العمال والمهندسين حياة عمل بدون إصابات اللي احنا بنقدر نوفر نحافظ عليهم نحافظ على عنصر البشري والممتلكات والمعدات وكانت مصر قد حصلت على المركز الثامن والعشرين عالمياً في جودة الطرق بسبب تطوير وتأسيس البنية التحتية ضمن استراتيجية متكاملة لتجديد المرافق والطرق مما يوفر الوقت والمجهود جهود لا تتوقف من الدولة بالتيسير على المواطنين عن طريق تخفيف الاختناقات المرورية بعدد من المحاول الجديدة مثل محور كمال عامل الذي نحن به الآن والذي يخدم 12 منطقة في المراحل الأربعة الأولى فقط كاريم بيبرس التلفزيون المصري